بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبعينا الكرامة وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد عن نادي الأهلي هنرد فيها ضد الأكاذيب والشعاية لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب الله مصالح وسلم وإزداد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيدة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحاجة أعز أتكلم فيها نادي الزمالك لما مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور قرروا أن هم يوقعوا مع خمس بنات يعتبر فرقة النادي الأهلي ده مع الطائرة ستة بيلعبوا في الملعب خمسة من الستة الأساسيين بتوع النادي الأهلي خدهم نادي الزمالك في الوقت ده الأهلي كان بيدي متين ألف أقصى حاجة للبنت الزمالك راح يدي لكل بنت مليون ومليون ومليون ومتين ألف أين لإغراءهم عشان يوقعوا مع نادي الزمالك ظن نادي الزمالك بكده أنه خلاص خد فتيات الزهب من النادي الأهلي هنقعد بقى نعد بطولات وبطولات رايحة وبطولات جاية والنادي الأهلي هيقع له 3-4-5-6 سنين لحد لما يبدأ يقف على رجله تاني ويبدأ يطلع من قطاع النشئين وهكذا من ساعة ما نادي الزمالك خد ما يسمه بفتيات الزهب الفلسو نادي الزمالك مكسبش الدولي سنتين وراء بعض النادي الأهلي بيحط على الزمالك النادي الأهلي بيدهز الزمالك الزمالك مكسبش غير بطولة يتيمة اسمها كاس مصر والنادي الأهلي ما زال هو بطل مصر سنتين وراء بعض بالرغم من نادي الزمالك خد كل حاجة خد لعبات النادي الأهلي خد اتحاد الكرة المصري للكرة الطائرة خدوا برضو معاه تحت الحساب لكن بعد سنتين اتنين من الخمسة عايزين يرجعوا تاني للنادي الأهلي اتنين من الخمس بنات عايزين يرجعوا تاني للنادي الأهلي الاتنين هم فريدر عسطلاني اللي بقالها فترة غايبة عن صفوف نادي الزمالك بسبب ظروف الحمل والولادة وتبان البضاعة بعد الحمل والرضاعة والأخت التانية ميتو اسمها ميتو متولي ميتو اللي أثناء تسليم الجواز السنة اللي فاتت بطل الدوري وهي بتستلم الميدالية الفضية بتاعتها رفضت تسلم على رحمة الله عليه الوزير الصادق العمري فاروق اعتقد ميتو دي بالذات لو عيطت بدل الدموع دم عشان ترجع للنادي الأهلي ما ينفعش ترجع تاني النادي الأهلي فيه ناس مشت من نادي الأهلي واحترمت نفسها وفيه ناس مشت من نادي الأهلي وتجاوزت في حق النادي الأهلي من ضمن الناس اللي تجاوزوا في حق النادي الأهلي الأخت ميته والأخت بنت هناء حمزة لتنين دول استحالة 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 يدخلوا تاني النادي الأهلي فريدة العسقلاني عادي كان بتروح النادي الأهلي وتقعد في النادي الأهلي وهي لعبة في الزمالك وبتروح تزور أصدقائها في النادي الأهلي وكانت علاقتها طيبة مع الناس في النادي الأهلي لكن ميتو دي الغل والحقد اللي جواها اللي خلاها تعدي كده على طبور المنصة تسلم على كله وتيجي عند الرجل المحترم رحمة الله عليه ممثل النادي الأهلي في هذه هذه المنصة ما تسلمش عليه أعتقد أن النادي الأهلي استحالة يرجع ميتو وليه رأيكم في الكومنتات لو انت صاحب قرار هل ترضى ترجع ميتو بعد اعتذارها ولا لا في جهاز مارسل كولر قبل ما اتكلم عن جهاز مارسل كولر عايز اسأل سؤال مهم جدا لجمهور النادي الاهلي هل توافق على موضوع اللعب المالي النظيف ولا لا اجماعة اللي مخل انجلترا واوروبا والدوريات الكبيرة دوريات محترمة ولها قيمتها موضوع اللعب المالي النظيف لكن تتخيل ان مثلا تورك الشيخ لما راح اسبانيا واشترى نادي المريا الاسباني تورك الشيخ كان يقدر يجيب لعيبة بمليارات الدولارات كان يقدر يكون فرقة ويعمل فرقة زي بيراميزي كده لكن اللعب المالي النظيف في اسبانيا بيحكمك بيحكمك بايه؟ ان اراداتك هي المصرفات بتاعتك ماليش علاقة بقى انت تورك الشيخ انت وراك سندوق الاستثمار السعودي انت بتاع الامارات انت ماليش علاقة النادي بتاعك بيدخل خمس قرش ما تجيبش صفقات بخمس قرش تجيب باربعة النادي بتاعك بيدخل عشرة مليون دولار تجيب صفقات بتسعة مليون دولار ده اللعب المال المزيف وبناء عليه تورك الشيخ بدأ يجيب صفقات على قد وفقا للإرادات وبدأ في مسيرته مع المرأي نادي ايفيرتون الانجليزي البريمير ليج خصم نقطتين اضافيتين بعد اربع نقاط من رسيد ايفيرتون بسبب مخالفات القواعد المالية للدور الانجليز السؤال بقى هل في الدور المصر الاندية اللي بنشوفها بتصرف بالزوفة ما بين اندية خاصة واندية عامة في اندية جماعة مش لاقية تاكل ومع هذا بتجيب صفقات في اندية باعتراف مسؤوليها زي الزمالك مثلا سواء كان مسؤولين سابقين او حاليين يقولك الزمالك مليون بمليار ونص ومع هذا الزمالك عمال يجيب صفقات الزمالك عمال ياخد قروض لو طبقنا لو طبقنا اللعب المال النظيف على الدور المصري في اندية كتير جدا هتهبط درجة تانية في اندية كتير جدا هتهبط درجة تانية يعني نادي زي بيرامدز هيهبط درجة تانية ليه؟ لان هو كده ومش ماشي مش سالك تخيل بعد الصرف ده كله والصفقات دي كلها مش عارف يكسب بطولة تخيل بقى لو انا جيت قلت له بيرامدز احنا نبدأ بداية من الصفر اراداتك كام مثلا خمسين مليون يبقى بيرامدز ما تقدرش تجيب صفقات وتصرف طوال السنة غير تسعة واربعين مليون او خمسة واربعين مليون فهيبدأ بيرامدز بدل ما كان بيجيب لعيبة بعشرة مليون دولار ومائة مليون جنيه وخمسين مليون جنيه هيبدأ يتلعب في القد هتلاقيه بقى ينزل في مراكز الهبط سنة في التانية هتلاقيه هبط درجة تانية الزمالك كذلك الامر انا بقولك لو طبق قواعد اللعب المال النظيف كما يجب ان تكون زي ما بيحصل في اللليجة الاسبانية زي ما بيحصل في البريمير ليج زي ما بيحصل في دوريات توف 5 في اوروبا في اندية في الدور المصري بتقال عليها اندية كبيرة هتهبط الاسماعيلي هيهبط اعتقد ممكن تلاقي الدور المصري مفوش غير الاهلي وزد مثلا او الاهلي وناديين ثلاثة والباقي هبط ونعمل دورة سلسية دورة ربعية لتحديد بطل الدوري النادي الاهلي في جهاز مارس الكولر هناك تغييرات بالجملة سواء كان حاليا او مع نهاية الموسم وفقا للاتفاق مع مارس الكولر النادي الاهلي طبيب التغذية في النادي الاهلي سيرحل باتفاق سنائي بعد الراجل ما كان مش فاضي للنادي الاهلي مشغول دايما الراجل عنده عمل خاص النادي الاهلي عايزه موجود بصفة دايما فتم توجيه الشكر لطبيب التغذية ايهاب علي طبيب النادي الاهلي الحالي احمد ابو الوفا او احمد جاب الله عفوا الموسم ده اخر موسم بالنسبة له تم تعيينه استثنائيا مع رحيل الدكتور احمد ابو عبلا الراجل ما فيش رضا من ناحية مارس الكولر عليه مارس الكولر شايف انه غير جدير بالادارة الطبية في النادي الاهلي كابتن خالد بيبو اللي جاب احمد جاب الله اصلا لسلة قرابة برضو مع نهاية الموسم هيتم اقالته بناء على طلب مارس الكولر ولكن ماذا لو رحل مارس الكولر اعتقد ان خالد بيبو هيكمل واحمد جاب الله هيكمل لكن اذا استمر مارس الكولر من اشتراطاته رحيل خالد بيبو رحيل احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي نادي الزمالك دايما جمهور نادي الزمالك يا جماعة يتشدق ان عواد او محمد صبحي ايوم اقرب يعني اللي واقف يحرس عرين القلعة البيضاء قلعة الاموت دايما بيشوفوا ان حارس مارمى الزمالك هو احسن حارس مارمى في مصر صباح الخير صباح النصر عواد او صبحي سيان الاثنين احسن حارس مارمى في مصر لكن الايام بتبين والارقام كمان بتبين احسن حارس مارمى لان الارقام لا تجذب ممكن انت تجذب ممكن انا اجذب لكن الارقام دائما لا تجذب محمد صبحي اللي جمهوريس ده مالك في فترة من الفترات كانوا شايفينه احسن حارس مارمى في مصر خصوصا لما رجع ليهم من نادي فاركو واعتبر انه ده انتصار وبطولة وهمية جديدة محمد صبحي لعب الموسم ده 8 ماتشاط دخل فيه كم هدف 10 اهداف طب الموسم اللي فات لعب 23 مباراة دخل فيه كم هدف 30 هدف بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك الحاجات ده بتتحسد ربنا يديك يا ابن على قد دنيتك ولا قد دنيت الزمالك محمد عواد الموسم ده لعب 5 ماتشاط مع الزمالك في الدولة بس دخل فيه 5 اهداف طب الموسم اللي فات لعب 27 مباراة دخل فيه 28 هدف ما شاء الله يعني اللعيب او حراس المرمى بتلعب ماتشاط بيخش فيها اهداف اكتر من عدد المباريات اللي بيلعبوها نادي الزمالك محتاج حارس مرمى جديد او اتنين يعني واحد على الاقل لان محمد صبحي عامل مشكلة محمد عواد عامل مشكلة ومحمد صبحي عامل مشكلة صبحي عايز يزيد الرجل بياخد 2 مليون جنيه تقريبا عايز ياخد 15 عواد بياخد 16 عايز يبضل ماشى على ال 16 الزمالك مفيش فلوس لا في فلوس لل 16 ولا في فلوس لل 15 كم يا ابن عمي؟ قالك 8 8 هنا و 10 هنا وكده اتراضط لا فبدأ نادي الزمالك يدور على بدل الحارس 2 و 3 وهنا السؤال الزمالك بيتفاوض مع اكتر من حارس بالرغم ان الحراس دي عقودهم ما زالت سريا مع انديتهم هل حراس المرمى دول لما يجيوا لعابوا ضد الزمالك؟ هل هيحافظوا على نزاهة وأمانة العقد بتاعهم مع النادي بتاعهم؟ ولا هيفوتوا للزمالك ويلعبوا بدون زمة وبدون نزاهة وبدون ضمير ويسيبوا المطشاط لنادي الزمالك كابتن حسام حسن النجم الكبير والمدرب القدير للكرة المصرية كابتن حسام حسن محسسني ان احنا الكون كله هيقف عشان خاطر مطشاط منتخب مصر لازم عجلة الزمن تقف لازم الاستاذ اللي بيروح شغله كل يوم يعد لازم الكل يتعطل عشان خاطر منتخب مصر في كل مكان في الدنيا صحرا كان او بستان في حاجة اسمها اجندة دولية فيفا دي الاتحاد الدولي بيحددها والليحة بتقول انك تاخد اللعيبة قبل الليحة قبل الفيفا دي او الاجندة بتلاتيام اتنين وسبعين ساعة خلاص خلاص؟ لا كابتن حسام حسن بيهزر بجد بيهرد كابتن حسام حسن عايز اللعيبة قبل الاجندة الدولية باسبوعين انت بتقولي يا جدعي انت انت عايزت ليك دور مخصص لو مشينا على كلام حسام حسن كل اجندة دولية عايز اللعيبة قبلها باسبوع او اسبوعين احنا كده مش هنلعب دولي احنا كده ممكن نلعب دورة رمضانية يعني كل شهر نلعب مطش او مطشين كابتن حسام حسن بيطالب اتحاد الكورة انه عايز اسبوعين قبل مطش بركينة فاسو عشان يحقق امل الوصول للمنديات احنا بنلعب في اسهل مجموعة احنا بنلعب في ادفه مجموعة ومع هذا كابتن حسام حسن عايز اسبوعين قبل مطش بركينة قالك اللعب المصري ما بيجيش غير مع المعسكرات الطويلة كلام ده ممكن اقبله لو انا هلاعب السنغال كلام ده ممكن اقبله لو انا هلاعب المغرب انا هلاعب بركينة انا ممكن اروح انا في فرقة النادي الاهلي اخلص المطش يعني ممكن نتفق كده مع مارسل كولر عم كولر معلش حسام حسن عنده ظروف خد فرقة النادي الاهلي وهنلبسهم تشورة منطقة مصر وانت دير الليلة ماك واخد بالك وهيروح يكسب بركينة اللي انت خاف منها كابتن حسام حسن بيقولك لو وصلنا كاس عالم احنا عايزين نلغي الدوري زي ما عمل الجهري لا احنا بنهزر طب ايام الجهري ما كانش فيه اقتصاد في كرة القدم ما كانش فيه بقى رعاعة بتدفع ملايين الجنيات ولا لعيبة بتاخد ملايين الجنيات وبناء عليه ساعتها كان سهل انك تلغي الدوري لكن دلوقتي استحالة تلغي دوري استحالة لكن كابتن حسام حسن عايش في زمن الغياهب زمن ما قبل كتابة التاريخة اتمنى من كابتن حسام حسن ان ينزل لارض الواقع احنا مش هنلعب السنغال ولا هنلعب المغرب احنا هنلعب بركينة لو انت مش قد تكسب بركينة بالمعسكرات العادية يعني قدم استقالتك افضل خلص اخبارنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل وراكم ومويتة على قدكم اكيد شكرا